اعمل ايه? خلاص فاضل ايام على الامتحانات. خلصت ولا لسه في امل? اهلا بكم في فيديو جديد على قناة المعادلة. ان شاء الله نارده نتكلم عن فيديو مهمة جدا ازاي تنظم وقتك في الفترة اللي فاضلة قبل الامتحانات. بس لو بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل فل صبح التيكتوك واتبعنا على قناة نيتيوب. اهلا بكم جديد. بص خلينا اقولك على مفاجأة كده انت مش بتوقع. تعرف ان احنا لسه معانا وقت كفاية. انت عارف اصلا ايه هو المطلوب منك الفترة الحالية? مش عارف صح? مطلوب منك حاجتين. مراجعات وتحل انتحانات. طيب هنعملها ازاي? احنا قلنا هنعمل ايه? مراجعات ونحل انتحانات. هنعملها ازاي? ده دور اللي انا اقولولك الفترة ديت? هتعملها ازاي? ودورك ان انت تنفز ان شاء الله. اول حاجة كده عايزين نذاكر كل يوم مادة. بس هنركز ان احنا نخلص ربع المنهج. هرقى بيض. ربع منهج. كتير. لا مش كتير. انت عارف انت هتعمل ايه? تقرأ الدرس كويس. وهتعلم على الجزء المهم سواء ان كان بلم رسواس او ماركر. فهتفضل ماشي بالطريقة ديت لحد ما تخلص ربع المنهج. يعني كل دورك ان انت تقرأ الدرس وتعلم على الاجزاء المهمة. بعد كده هتروح تقرأ الاجزاء كويس. هتشوف الاجزاء اللي على الاجزاء اللي انت قارتها. حكيب كل الاجزاء تقرأها كويس جدا. ما تحلش تقول لي مستر انت بتعجزني. ما انا مش عايز هكتحل انا عايزك تفهم الاسئلة بتيجي ازاي? ثالت حاجة هتعملها معي. فهترجع تاني. تمسك الدرس اللي انت قاريته. تقرأ النقط اللي انت علنت عليها كويس جدا. تقررها. قررها كتير جدا. ولو لقيت حاجة جديدة من الاسئلة. حاول تفهمها وحاول تضيف النقط الجيدة وتعلم عليها. يعني كل اللي بتعمله اللي انت النقط اللي انت علنت عليها هتتذكرها وتحفظها كويس. ولو لقيت حاجة جديدة طبعا الاسئلة هتضيف لك كتير. فهتعمل ايه? هتقرى الاجزاء الجديدة اللي جات على الاسئلة. بعد كده بعد ما تخلص ربع المنهج والدنيا تمام حاول تنجز وقتك هتروح تحل جزء من الاسئلة. بس الحل بالورة والألم. مش حل كده. تكتب على قد ما تقدر اللي جابها بيدك. خامس حاجة. اليوم اللي بعده هتجيب مادة جديدة. ونفس الفكرة ربع المنهج. وهتحاول تخلص بالطريقة دي. الطريقة دي هتنجز لك كل المواد النظري. لكن في بعض المواد زي الرياضة والانجليزي فرقتهم مختلفة في المذاكر. طب الانجليزي هنذاكره ازاي? الانجليزي هنقسم بدل ما ربع المنهج. لا هي بيوم للقواعد الجرامر اللي عندك هتذاكرها كويس. وهتحل عليه. هتروح تذاكر الجرامر وتحل عليه. ويوم تاني هتراجع الكلمات. ويوم تالت هتروح تذاكر مواقف وتحل عليها شوي. ويوم رابع هتذاكر ديالوج. على قد ما هتقدر تحاول تلم اكبر قدر ممكن. الرياضة. الرياضة هتجيب الدروس وتحل المسائل بايدك. الرياضة عمرك في حياتك ما هتفهمها شافوي. لازم تحل المسائل ولازم تحل المسائل كتير بايدك. بس هي دي كل الفكرة. هم عشرين يوم هتذاكرهم بجد وانتهت القصة على كده. ربنا ان شاء الله يكرمك لو انت كنت صادق. لكن لو انت ما عندكش طاقة بقى زي ما هو متوقع. وهتقعد تضيع في الوقتك وهتقول لانا مش عارف اعمليه. عمرك في حياتك ما هتوصل لحاجة. انا عايزك تتفائل وعايزك تسعى وعايزك تتحرك وتعمل اللي عليك وتسيم البال يا ربنا. وكمان عايزك تعمل فلولينة صفحة تيك توك وانتظرنا في فيديو جديد. سلام.